مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم وبنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب مازلنا مستكملين الرد على الدكتور مونكز السقار والدكتور مونكز السقار تحول في رده إلى الهجوم على شخص المسيح فعندما كان يتحدث عن محبة الله هو يريد أن ينفي فكرة وحقيقة محبة الله فلما ردنا عليه وقلنا أن محبة الله ظهرت في المسيح يسوع وأن أيضا حياة المسيح كانت أعلان لهذه المحبة ومعجزات المسيح كانت أعلان لهذه المحبة وتعليم المسيح وحياة المسيح الذي قدم نفسه هي أعلان لمحبة الله ما عجبش الدكتور مونكز هذا الكلام وحاول أنه يجد في الأنجيل ما يمكن أن يوجه كاتهام للرب يسوع المسيح فيمكن أن يوجه له اتهام بالعنصرية ويمكن أن يوجه له اتهام بالعنف والقصوة والنهاردة هرد على الدكتور مونكز في كل ما ادعاه على شخص الرب يسوع فنشوف الفيديو الأولاني وهو عبارة عن مقدمة لما سوف يتناول من نقد للأنجيل والرب يسوع ونقد لمعجزات المسيح ومقارنة هذه المعجزات طبعا بمعجزات رسول الإسلام دعونا نسمع الفيديو الأول ونرجع نعلق عليه هنا ننتقل إلى مسألة أخرى ذكرها جناب القص جناب القص يرى أن حياة المسيح على الأرض كانت كلها تعبير عن رحمة الله المعجزات التي فعلها والتي صنعها كانت كلها تثبت أن الله يحبنا أقوال المسيح حوادث سيرته كلها تثبت أن الله تبارك وتعالى يحبنا أفعال المسيح أقوال المسيح تدل على أن الله يحبنا عندما يشفي المرضى فإن ذلك إعلان محمدة الله طب إذا نبي من الأنبياء شفى الله على يديه مرضى كمحمد صلى الله عليه وسلم فقفل ذلك تكرارا ومرارا في حد بيقول لك حصل ذلك مرارا وتكرارا في حياته طبعا كل هذه الأحاديث التي تتناول معجزات الرسول أتت بعد الرسول على الأقل بـ 250 سنة كويس والقرآن لا يذكر أبدا معجزة رآها الناس بعيونهم صنعها رسول الإسلام يعني لما تدور على النت وتكتب معجزات رسول الإسلام كويس هيقول لك آه معجزات جات في القرآن إيه هي الإسراء والمعراج مين شافه؟ مين رأاه؟ مين الشهود؟ اللي رأوا هذا؟ محدش غير طبعا الشك في نفس الرواية نفسها لكن محدش محدش أبدا لحد شافها ولا حد اختبرها ولا حد يقدر أنه يقف قدام المحكمة يقول آه دي حقيقة ودي حصلت واحدة تاني شق الأمر مين اللي طلع الأمر وشاف الأمر؟ خد مين معاه؟ ولا إيه الشهود؟ هو كلامه خلاص ما أنا ممكن أقول شق المريخ؟ اثبت بقى علي اثبت وكمان معجزة الكرآن يقول لك أعظم معجزة صنعها رسول الإسلام هي الكرآن هو أنا لو فردت وده افتراد عشان ما حد يش ياخد علي لو فردت أنه أنا ديتك حاجة كويسة يبقى الحاجة الكويسة اللي ديتها لك دي تنسبها لنفسك على أنها معجزتك هو دخله إيه فيه؟ ما دخلوش أي حاجة ما لهوش دخل في أي حاجة ده حتى كان بياخد بعض النصوص كان يتحطي تحت السرير ووكالتها المعزة إلى آخره حتى الحفاظ عليها ما كانش بهذه القدسية يعني إيه دخله هو في القرآن؟ لو فردنا إيه دخله في القرآن؟ ليس له دخل في القرآن بحسب الفكر الإسلامي ليس له دخل المعجزة هي اللي يصنعها الشخص يقوم بها الشخص بنفسه لم يذكر القرآن أنه فتح حياة العمل لكن يذكر أنه عبس وتولى وإن جاءه الأعمى يعني ده يشوف الأعمى بيتولى عنه مش يساعده لا يتولى عنه ما شفناش أنه هو أشبع الجموع ما تكلمش القرآن عن أنه أقام موتى ما تكلمش القرآن على أنه هد البحر والريح كلمش لأنا ما حصلتش إنما تجي لي تستندني على نصوص وتقول لي هذه النصوص أصدق من كتير مؤدس نصوص جاية لك من أحاديث وسوريا يعني خزع بلات جاية بعد 200 و250 سنة والنهاردة كثيرون من النقاد يعني يتعنون في مصدقية البخاري وإلى آخره من هذه الأحاديث من المسلمين نفسهم مش من المسيحيين فتيجي تقول لي أنه صنع الكثير من بتكلم مين يا دكتور منقز بتكلم مين؟ بتكلم ناس ما بتفهمش ما زي ما قلت قبل كده الكلام ده دكتور منقز ينفع تقوله في المصطبة وحضرتك قاعد قدام مجموعة من أتباعك لكن ما نفعش تقوله على الشاشة لأنه مش بس المسيحيين اللي عارفين لكن هناك النهاردة أي واحد يقدر يدخل على نت ويبحث ويفتش بنفسه أما الكتاب المعدس أما معجزات المسيح فليس لها حصر ولا عدد والناس كانوا تشهود عيان لها ما هو اللي أقام ابنها أكيد كانت شاهد عيان لما قام العذر كان أمام كل الجموع لما هدئ البحر والريح كان مع التلاميذ لما أجبع الجموع أجبع 5000 وأجبع 4000 يعني نكمل يا دكتور منقذ إن كان مش عارف المتكلم إيه يبقى السامع إيه وأي كلمة بتتقال مفروض تتقال صح كمل الفيديو إعلان محمة الله طيب إذا نبي من الأنبياء شف الله على يديه مرضى كمحمد صلى الله عليه وسلم مين المرضى دول بقى مين المرضى دول كلم عنهم القرآن لماذا ذكرهم مش في القرآن لي ميش يعني يعني هو هو دولاتي بيطعن في معجزات المسيح اللي مسكورة في الأنجيل اللي ذكرها أيضا الكرآن يعني يعني الكرآن ذكر عن معجزات المسيح فهو بيطعن في المعجزات اللي ذكرها الأنجيل عن الرب يسوع يقول لك أنها بأسنيد غير صحيحة تجاب منين الكلام ده من أعرفش كمل لأنكم تنقلون هذا الكلام الذي تنقلونه من معجزات المسيح لا دليل عليه وليس لو أثناء القصر لا دليل عليه أقول هل تعتبروا هذا إقامة الموت لا دليل عليها مع أنه اقتبسوها من عندنا وحطوها في الكرآن أنه أقام الموت بس لا دليل عليها المسيح لا دليل عليه وليس لو أثناء أصلا أقول هل تعتبروا هذا أيضا من علامات محبة الله تبارك وتعالى تأهي أو قد شر البلية من يضحق والذي يقول الدكتور منقذ لا يمكن أن يقبلوا عقل ولا يمكن أن يصدقوا إنسان عقل بجد يعني يعني أنت جاي تطعن في من صنع المعجزات وكل معجزات المسيح كل معجزات المسيح كانت في العلن أمام الجموع لها شهود اختبرها ناس الأعرج اختبر وأهله شفوه الأعمى فتح واليهود أيضا اتهموا المسيح بأنه كسر السبت لأنه شفى الأعمى وكلها مسجلة بالشهود أما رسول الإسلام فما عملش حاجة لو ما عملش حاجة نهائي ده حتى لو افترضنا زي ما قلت لك الكرآن ده مش بتاع طيب يبدأ بقى الدكتور منقز ياخد لنا حتة حتة كده ويتحفنا بطريقة تفسيره للكتير المعدس وطبعا كل اللي جايبه الدكتور منقز ليس بالجديد يمكن حضراتكم سمعتوه قبل كده وسمعتو ردود عليها كتير وهيزل الدكتور منقز يردد نفس النصوص ونفس الإدعاءات حتى لو ترد عليها خمسمائة مرة بس خلونا نرد بردو النهاردة لأنه زيادة المعرفة دكتور منقز أول ما جاي في دماغه أول نص جاء أن المسيح شخص عنصري شتام بيتكلم بقصوة مع امرأة مسكينة فاتكلم عن المرأة الكنعانية اللي صرخت للمسيح أن يشفي ابنتها والمسيح في الأول صمت وبعدين قال لها أنا أتيت إلى خراف بيت إسرائيل الدارة الدالة وإلى آخرها فخلونا نشوف الدكتور منقز إزاي بيقدمه للمشاهدين بتوعه وهو بيكلم عن هذا النص خلينا نشوف جناب القص بعض معجزات المسيح بعض أقوال المسيح اللي بحسب كلامك معبرة عن محبة الله تبارك وتعالى خلينا نشوف المحبة في هذه القصة قصة المرأة الكنعانية التي يزعب إنجيل متى أنها جاءت إلى المسيح وأنها طلبت منه أن يشفي لها ابنتها فالمسيح عليه الصلاة والسلام بحسب كتابك ولا أؤمن بهذا الكلام ولا أصدقه ضربها طناش ما رد عليها فتلاميذ تدخلوا قالوا اصغفها لأنها تصيح وراءنا أزعجتنا خليها تمشي قل لا أي شيء فقال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة أنا رسول فقط إلى بني إسرائيل فالمرأة لمن سمعت هذا سجدت له قائلة يا سيد أعني طلبت منه العون هي بحاجة إليه فقال انظروا إلى تعبير محبة الله عز وجل في هذا النص ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب أنت من الكلاب ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب فالمرأة محتاجة مسكينة فقالت نعم يا سيد أتبني من الكلاب والكلاب أيضا تأكل من الفتاة الذي يسقط من مائدة أرضابها إذا أصحاب البيت جاسين بيأكلوا فوقع منهم شيء فالكلاب تأكله فأنا بدي منك الفتاة بدي منك ما زاد حينئذ أجاب يسوع وقال لها يمرأ عظيم إيمانك ليكن لك ما تريدين هل تستطيع أن تشرح لنا قصة الحب الإلهي المزعوم في هذه المعجزة التي صرعها المسيح عندما شفى لها ابنتها هل ترى في هذا نوعا من المحبة الإلهية ولا نوعا من العنصرية التي نربأ أن تقبلوها على المسيح عليه الصلاة والسلام يعني سبها وبسح الأرض بكرامتها وبعدين شفى لها ابنتها أين تجد هذا الحب الإلهي جراف القصة في هذه القصة يا دكتور منكز أنا هرد عليك في هذه القصة وأشرح عليك مع أنها مشروحة مرات ومرات وأعتقد أنه حضرتك يمكن بسيط على كل تفسير المسيحية بس طبعا أنت جايب بالقصة دي معتقد أن الناس لا بتقرأ ولا بتسمع ولا بتفهم فتقدر من خلالها أن أنت تثبت أن المسيح يعني مسح بكرامتها الأرض أول سؤالها سألولك يا دكتور منكز هل الرب يسوع في حياته رد إنسان أتى إليه طالبا هل في حياته كلها في الأنجيل رد شخص كان بيطلب منه شيء هل في شخص أتى صارخا إليه غير القصة دي يعني أنه يشفي أو يقيم أو ينقذ أو يخلص ورفض أما أن حياة المسيح كلها في مجملها كانت عطاء وعطاء بلا حدود يبقى لما تيجي للدص دا وأن يبقى لازم تفهمه يبقى لازم تفهم ليه الرب يسوع عمل كده حاجة تانية هسألها لك يا دكتور منكز قبل ما اشرحه النص دا بيطعن في طعنك في الأنجيل وبيثبت أن الأنجيل لم تحرف لأنه لو الأنجيل حرفت يا دكتور منكز يبقى من النصوص المفروض كانت تتغير هذا النص لألا يأتي شخص مثلك ويسيء فهم النص ويتهم المسيح بالعنف وقلت الزوء مع امرأة محتاجة فلو كان التلاميذ غيره في الأنجيل وبدله فيها كان بالأولى هذا النص كان يتم تغييره وكانت تحزف منه الكلمات اللي انت فهمتها وفسرتها على هواك ده المعيار بنسميه دكتور منكز معيار الحرج يعني أشيل من الأنجيل الأشياء المحرجة لو أنا هغير لكن بقاء هذه الأشياء وبقاء هذه الكلمات وهذه الأحداث ما هو إلا دليل يضاف إلى مصداقية الأنجيل اللي انت بتطعن فيها وده معيار كبير طبقه مش بس على النص ده لكن على نصوص أخرى كثيرة خليونا نشوف النص الآية اللي بيركز عليها الدكتور منكز ليس حسناً أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب فالمرأة كلبة والمسيح قال لها هكذا واعتبرها هكذا يقول الكتاب ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي سور وصيدة خرج خارج إطار اليهودية لو هو مش عايز يصنع خير ومعجزات مع الأمم لماذا ذهب يسوع إلى نواحي سور وصيدة وإذا امرأة كانعانية معروف هذه المنطقة بعبادة الأوثان وهذه المرأة مرأة كانعانية ليست من اليهود هذه المرأة خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة ارحمني يا سيد ابن داود ابنتي مجنونة جدا عرفي دكتور منكز لما تكون بتدور على قطعة ألماز في الصخور وعمال تدق بالمطرقة بتاعتك في الصخور لحد لما يبان بصيص من الأمل أن هناك قطعة من الألماز بدأت تظهر بوادرها ما أعتقدش أن أنت بتحط المطرقة وتقعد منتظر أنها تطلع لكن بتطرق أكتر لكي ما تخرج هذه القطعة من الألماز الجميلة المبهرة وده بالزبط اللي عمله رب يسوع في معاملاته مع المرأة الكنعانية أول ما أعلنت وهي امرأة غير يهودية أعلنت للمسيح يا سيد ابن داود أنا مش من عائلة داود كانوا بتقول لكن أنت ابن داو أنت المسيح ورب يسوع رأى فيها إعلان لحقيقة شخصه هذا الإعلان اليهود نفسه رفضينه يعني اليهود لم يقبلوا المسيح في خدمته وعلى أنه هو المسيح بل طعنه في ذلك أما هذه المرأة الكنعانية فأعلنت بصيص من الإيمان عندها والفهم الروحي عندها وأراد المسيح أن يعلم التلاميذ اللي معاه وأراد المسيح أن يخرج جمال هذه المرأة ويخرج منها هذه قطعة الألماظ هو لا يريد أن ينتهرها ولا يريد أن يوبخها ولا يريد أن يجهلها ولا يريد أن يقص عليها لكنه أراد أن يخرج الجمال في هذه المرأة اللي وصل به في النهاية وقال وامتدحها وقال عظيم إيمانك طبعا أنت مش شايف دا ومتشوفش دا فعندما سرخت ابن داود صمت لم يجبها بكلمة هو ينتظر أن تخرج أكتر من كده ما ياما ناس سرخت للمسيح واستجاب لها يا يسوع ابن داود ارحمني بارتلماوس كان بيقول كده والمسيح وقف ونداله ولمس عينه وشفاه فلما يجبها بكلمة ليس معناها قصوة وتجاهل القصة كلها يريد المسيح أن يصحح مفاهيم خاطئة سواء عند التلاميذ أو عند اليهود ورب يسوع كمعلم صالح رائع there is teaching moment لحظات للتعليم مش ممكن تتعوض واللي تعلمه التلاميذ من هذه المرأة ومن هذا الدرس زلوا يعرفونه جيدا طول أيام حياتهم أن المسيح ليس لليهود المسيح أيضا للأمم اللي في نفس الإنجيل قال اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قال اصرفها لأنها تصيح وراءنا اعمل لها العيزات عمر المسيح ما خضع لجدول الناس لكن هو كان عنده جدول وعنده فكر وحده بيصنع كل شيء حسنا في وقته فالرب يسوع كمل الجزء فأجاب وقال أجاب للتلاميذ وقال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضلة أنا إرسالية الأولى إلى خاصة هي جاء لكي ما يحقق كل الوعود اللي تكلم عنها ووعد بيها الأباء قديما والأمم لهم نصيب لكن كان هدف الرب أن يبارك إسرائيل فتكون بركة للأمم وبارك نسلك فتبارك في جميع قبائل الأرض ليس معناه أنه بيجهل الآخرين لكن دي أولوية بتاعته أولوية إرساليته ليرد الضلين من بيت يعقوب ويكون هؤلاء نور للعالم فأتت وسجدت له قائلة يا سيد أعني فأجاب وقال ليس حسنا أن يأخذ خبز البنين ويطرح للكلاب وهنا بقى وقف الدكتور مونكز أنه يسبها أنه يصفها بالكلب الدكتور مونكز كل القواميس اللي بتتكلم عن تعريف الشتيمة والسبلة لا يمكن أن تنطبق هنا على الرب يسوع لكن دون تشبيه يا دكتور مونكز بيستخدمه كل واحد يعلم جيدا أنه الأول الأولاد اللي في البيت وبعدين بعد كده أي حاجة تانية هو لا يريد أن يقول لها أن أنت كلبه وحتى الكلمة التي استخدمها هنا في اللغة اليونانية لو حضرتك دراس النفس تعرف أنه هناك كلمتين في اليوناني للكلب هناك الكلب الشارع المفترس اللي الناس يعني لا تريد أن تقترب منه وإلى آخره وهناك أيضا الكلب أو الجرو الصغير اللي يحتضن وربي سوق استخدم الكلمة التانية ليشير إلى بابيز بيتز في البيوت فالكلنا عارفين أنه مش ممكن أبدا رب البيت يأكل حد غير ولاده الأول ولما يأكل ولاده الباقي يروح للآخرين فقالت نعم يا سيد أنا أعلم جيدا كده وأعلم جيدا أيضا أنه الكلاب اللي في البيت بتقعد منتظر الفتاة الساقطة من مائدة أربابها هنا الرب يسوع أراد أن يظهر جمال إيمان هذه المرأة مع أنها ليست من بيت إسرائيل مع أنها ليست من بيت داود مع أنها عابدة للأوثان مع أنها يعني مش موضوع الخدمة في بدايتها لكنها أتد بإيمان وتمسكت وطلبت وانتظرت من الرب يسوع أن يشفي ابنتها حين إذن أجاب يسوع وقال لها يا امرأة لو رب يسوع كان عايز يعني ينتهرها ويمشيها ما كان يقدر يعمل كده وما كان يقدر أنه لا يشفي ابنها لكن رب يسوع أراد أن يمتدي حادي المرأة الكنعانية لكي ما يعلم التلاميذ أن الأشرار والخطاء يسبقون اليهود إلى ملكوت السماوات وأنه ليس لكونك يهودي أنت تدخل ملكوت السماوات لكن بسبب الإيمان أنت تدخل وليك نصيف في ملكوت السماوات عاش كده يقول يا إمرأة عظيم إيمانك ليكن لك كما تريدين فإبنتها اللي ما كانتش موجودة معاها شفيت في تلك الساعة الدكتور المنقذ ما يركس على كده أبدا الدكتور المنقذ الشتام الشتام على طول والسباب على طول والسيء سيء على طول ورب يسوع الصفة المميزة له أن فتيلة مدخنة لا يطفئ وقصب مردودة لا يقصف أخذ مدخلة وارجع أكمل أخت أم عماد أهلين أهلا وسهلا وحضرتك أهلا يا دكتور أزاي حضرتك كل سنة وحضرتك طيبة وحضرتك طيبة عموما يعني حضرتك جبت المفيد لم أقلت أن الدكتور المنقذ وما على شاكرته دولة فعلا قاعدين على مصطبة دولة مش عايزين لا يعرفه ولا يتعلمه يعني ده بدل ما عمال ينتقد ويريته يدور على حق فين لخلاص نفسه وأبديته دي أول حاجة دولة 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 مكانس العالم كفيها دولة 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 كمان في حجة في يحن مهم أوي في إنجيل يحن صحيح 18 لما رئيس الكهنة سأل المسيح عن تعليمه المسيح رد قال له إيه أجابه يسوع أنا كلمت العالم علنية علنية أنا علمت كل حين في المجمع وفي الهيك الحال سجتم اليهود اليهود دائما وفي الخفاء لم أتكلم بشيء يعني حتى كلامه مجرد الكلام كان عنده نقصهود لماذا تسألني أنا اسأل الذين قد سامعوا ماذا كلمتهم هو ذا هؤلاء يعرفون ماذا قلت أنا يعني حتى كلامه ما خافش أنه يخبيه بصراحة يعني أنا كل اللي بتمناه من كل الإخوة المسلم وفيها على فكرة إخوة كتير مسلمين وحضرتك عارفهم وبيعبوروا وكده دول فعلا اللي بيحبوا يدوروا على حقيقة ويدوروا على حياتهم من الأبدي وشكرا شكرا لك شكرا شكرا يريد أن يتهم المسيح بشيء أو يريد أنه يقولوا أنتم عملين تقولوا على محمد كذا كطب ما المسيح كذا عملين تقولوا أن المسيحية هي دين محبة طيب ما عندكم يعني عارف عارفين بعض الأمثال بعض الأمثال عندنا أوقات كتير بتبقى معبرة يعني ما لقاش في التفاح ولا في الورد حاجة قال له يا أحمر الخدين فهو المسيح لا يوجد فيه غلطة وفيه كتاب يا دكتور منقز موجود في مصر كتبه الأخ المهندس إيها بصادق وده كتاب حلو كده صغير حتى أنا افتكرت دلوقتي لأنه بيتناول نفس الموضوع ولا غلطة في المسيح فيعني شجعك يا دكتور منقز طبعا لو حضرتك تشوف هذا الكتاب طيب ناخد مداخلة أخرى طيب بلما الخط يرجع مرة تانية الجزء التاني بقى الدكتور منقز خد جزء من موعزة المسيح على الجبل وقال لك اهو شايفين ايدي المسيح بيقول ما تطرحوش الحاجات الكويسة قدام الكلاب والخنازير وبيوصف غير المؤمنين يعني هو هو بيوصف غير المؤمنين عنده بالكفار بس احنا كتاب موادس بيوصف غير المؤمنين بالكلاب وبالخنازير خلونا نشوف الدكتور منقز وهو بيعلق على هذه الآية اقوال المسيح بحسب جناب القص يتعبير عن الحب الالهي اين تجد الحب الالهي جناب القص في هذه القصة لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرح درركم قدام الخنازير لألا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم اخبرني اين الحب الالهي في تسمية الكافرين كما يقول علماؤكم بالكلاب وايضا بالخنازير اين هو الحب طيب اين هو الحب اين هو الحب في كلام المسيح طبعا الموعيز على الجبل يعني دي آية من الموعيز على الجبل يعني الذي لا يرى الحب الالهي في الموعيز على الجبل يبقى عنده مشكلة دكتور موكس يبقى عنده مشكلة بجد والذي لا يرى تعاليم المسيح وحثه على المحبة في نفس الموعيز على الجبل أحب أعداءكم باركوا لعنيكم وصلوا لأجل الذين يسئون إليكم نفس الموعزة بحثنا على أن احنا نحب أعداءنا ونبارك لعنيدنا ونحسن للذين يسئون إلينا فالأعداء واللي لعنونا والذين يسئون إلينا أكيد مش مؤمنين يا دكتور مونكس بس ده بيوصينا في نفس الموعزة على الجبل في نفس الجزء اللي انت بقتبس منه الآية دي يوصينا بالمحبة لغير المؤمنين طيب أخذ مداخلة وهارجع أعلق على الآية دي أخذ زكريا سلام ونعمة دكتور أهلين سلام ونعمة أخونا زكريا كيفك الله أحفظك أنا قوي سوينتا كيفك أخي نشكر رب تفضل يا أخي زكريا أحفظك أشكرك على برنامج عبر الكتاب لدرافة مجلسات الرب يسوء المسيح وشكرا يا رب على شفائك من كورونا كوفيد نشكر رب شكرا سنة سعيدة على حضرتك أخي زكريا أنت عابر أنا عارف أن حضرتك عابر من الإسلام هل في مقارنة ما بين معجزات المسيح ومعجزات رسول الإسلام أيوة أيوة في مقارنة أخي أنا كتبت يعني كتبت ما قاله يعني المسيح هو إله المحبة وزأب من معجزات كيفاء وإحياء الموتى وكذلك إخرى الشياطين وعيدة معجزات في الخلق والمحبة والوصايا العشر والجبل يعني في المحبة أما محمد فلم يأتي بأي معجزات لم يأتي بأي معجزة أيوة قد تزوج معجزات سوية في العائشة تزوج عائشة العازيز عائشة أربعة سنوات وقام بإنك أحنا حضرتك بتقولي معجزات وهي معجزات جنسية أيوة أيوة وكذلك أدعى إلى جوزة الرادعة وكما كان يقوم بشيء الجنس حسب المعلومات لأنه كان يقوم بأس عارضة علي بن عمي في ملزة يعني هذه معلومات صحيحة لو وجده أهل قريش ينام في سريري ماذا كان يقوم بأس عارضة؟ يعني هو كان يقوم بأس عارضة وقد كان يقتل اليهود شكرا لك أخونا زكريا والتي هي طالب عندك أتفضل أتكلم يعني أنا أتفضل بخصوصي زيور تشفيك مستنقع يعود يعني صديعة وقتك في مطاردس الدباب يعني ووقتك ومالك والحلقة عن الدكتور معقد الثقار يتعين ناسيس والعنصرية والقرامج والعنصرية ضد المسيحيين واليهود والبودين وأتبع الديانة الهندوسية والزرادسية ويعتبرهم أهل الدماء والكفار ويجب كطالب أخي كطالب كطالب يا أخي أنت وقيت لكريا وطف والأخ جعبر من قناة الفئد وقراء وترجمات القرآن كده القدس بالسنة وفاحش البخاري وفاحش المسلم إلى محكمة مطلعها شكرا ليك شكرا ليك شكرا ليك طيب لا تعطوا الخبز أو لا تعطوا القدسة للكلاب ولا تطرحوا ضراركم أمام الخنازير ما المقصود بيها هو طبعا دكتور مركز ما سألش هذا السؤال في حاجة دكتور مركز بنسميها ميتافوريكال ترمز اللي هي التعبيرات التشبيهية في كل ثقافة وفي كل لغة يعني يعني إحنا حتى أوقات كتيرة ممكن نهرج في كلامنا ولما نشوف مثلا أم وقفة في صف ابنها سواء صح أو غلط نقول ما دايما الإرد في عين أم غزال هل إحنا يعني إحنا يعني ده تعبير ميتافوريك دايما دايما ناخد صفات موجودة في الحيوانات ونوصف بها الناس يعني يعني مثلا لما نقول الأسد أنت كالأسد ده معناه في القوة لما نقول مثلا إن الشخص ده زي الغزال يعني خفيف سريع إلى أخره لما نقول ناخد صفة في الخنزير إنه إزاي بيتمرغ في التراب والرماد وإنه يحب القذورات جدا الكلاب تأكل ما تتقيأه ودايما تعود إلى إلى قيئها الثعالب المكر والدهاء الحمام الوداعة والبساطة فدي كل كل الثقافات وكل اللغات يا دكتور مونكس فيها هذا كويس فلما يأتي هنا هذا تشبيه يا دكتور مونكس وليس سب تشبيه إن أنت كإنسان تعرف إن أنت تميز تميز من أن لا تعطي ما هو مقدس لمن لا يقدر هذه القداسة ولا تطرح ما هو غالي أمام من لا يفهم أن هذا الأمور غالية ده معروف كويس فمعروف إنه اليهودي لما كان يأخذ الزبيحة ويزبحها وبعدين يأخذ جزء من لحمها ويرجع بالبيت ما ينفعش يروح واخد جزء من الزبيحة المقدسة ويطرحها ليه أكل للكلاب اللي في البيت أو قدام الخنازير ما ينفعش لأنها هدسها ولا تعرف قيمتها فلا ينبغي أن يطرح ما هو مقدس أمام من لا يفهم فهذا هو تشبيه يا دكتور موركز أمر رمزي يحث المسيح أتباعه على ممارسة روح التمييز طيب لو أنا خدت الجزء ده على إن أنا أطبقوا آه لا تطرحوا درارك لا تطرحوا القدس قدام لا تطرحوا لا تعطوا القدس الكلاب هل معنى كده إن أنا كل شخص غير مؤمن هو كلب وكل شخص غير مؤمن هو خنزير؟ ده المسيح أساسا كلفنا بأن إحنا نروح إلى الأمم ونكرز بالإنجيل ده المسيح أعطانا هذا حتى التلميذ أعطاهم سلطان أن يروحوا المدن ويكرزوا بالإنجيل وفي الآخر الأنجيل قال لهم اذهبوا للعالم أجمعا لكن إيه المقصود بالكلاب وإيه المقصود بالقدس؟ ليس غير المؤمنين لكن الذين يعادون وبشدة ويريدون وبشدة تحطيم الإيمان المسيحي ولا يريدون أن يقبلوا رسالة الله خلاص ما تدهمش الرسالة امشي بعيد عنهم زي ما قال المسيح لو دخلتم إلى بيت وعطتوا السلام طرحتوا سلامكم عليه ولم يجب فاخرجوا من البيت ده حتى انفضوا أحزياتكم دمه يبقى على رأسه يشيل مسؤوليته فيه واحد دكتور معروف جدا اسمه بيترسون وهو من أشهر دكاترة علم النفس في كندا وهو متكلم وليه كتب ومن أشهر كتب واللي تعتبر يعني على مستوى العالم The 12 Rules of Life أو 12 مبدأ للحياة ليه فيديو كده صغير حبيت بس ان انا يعني اوضح فكرة لا تعطوا القدس الكلاب ولا تطرحوا ضراركم امام الخنازير هو بيعلق على الكلام المسيح هنا وأنا حابب أخذ تعليقه وأرد بيه على الدكتور وأنا حاول يعني هي 40 سنة بس هترجم اللي بيقوله دكتور بيترسون خلينا نشوف الفيديو بتاعه ونرجعتي تاني في عبارة في العهد الجديد تعتبر قاسية جدا لا تطرحوا ضراركم قدام الخنازيل وده معناه لو انت بتحاول انك تساعد شخص ومش قابل مساعدتك توقف انت مش بتساعده ربما رفضه لمساعدتك هو تضيع لوقتك وممكن ده يعقد المواضيع أكتر لو انت بتقدم حاجة ومش بياخدها المحتاج لقدامك خدها وقدمها لشخص آخر هيكون محتاج لو انت بتقدم مساعدة والشخص اللي قدامك مش بياخد هذه المساعدة توقف عن تقديم المساعدة والشيء اللي تعمله ان انت تتركه وتمشي لانه ما فيش حل تاني ودي حكمة وليس قصوة اللي عايز يقول الدكتور هنا انه مش ممكن ابدا تقدم حاجة لشخص رفضها وتعد تصر على تقدمها لي وهو رفضها شخص اللي عايز يتغير بيبقى عنده رغبة في التغير حتى علم النفس يقولون كده الرغبة ان انت تتبارك الرغبة ان انت تتغير الرغبة ان انت تصير انسان جديد ده مهم جدا لكن لو قدمت والشخص اللي قدامك بيرفض وبيرفض وبيرفض مش بس كده لكن ايضا بيرفض وبقصوة ما قدامك شو حل غير ان انت تترك وإلا تكون زي اللي بيطرح القدس للكلاب او الخنازير اللي مش مقدرة اللي مقدم لها فده أو تشبيه رمزي وليس سب للناس يا دكتور مونكز او وصفهم طيب اتنيل الى خطوة اه معنا يا مكرم سوري انا نسيت انه في مدخلة خلينا ناخد المدخلة ونرجع نعلق الاخ بيتر من امريكا اهلا بيتر انا سمعت شريط للأبناء المسكين عن المرأة كان عنيه هم صراحة كان رائع رائع وجميل وانا عارف ان انت يا دكتور اشرف متاسع لأسق لكل اه اول فكرة قالها زي لما يكون مدرس داخل فاصله وفي الطلبة مجمعين على ان فيه واحد ما بيفهمش مخه غبي فيجي المدرس اللي هم ها ميش هو ده لمخه غبي طب انا هدي مسألة محدش يعرف يحلها غير اللي هم بيتهموه وبينقل اليهود من نقلة من انهم ما بيقبلوش الامم ليه ان الامم دي اتفراجوا بقا يعمل ايه عظيم ايمانك زي ما عمل برضو مع قائد المئة قالوا ولا في كل اسرائيل لقيت ايمان زي ايمانك ده هو بينقلهم نقلة صاحبة عليهم فلازم يجيب لهم بيان عملي طبعا دي كانت يعني هو فاهم هو بيعمل ايه هو بيبتدي بالدرس ده درس عاملي علشان يوريهم في الاخر ينتهي الى هذا القرار وهذا المفهوم اللي بيبتدي يتأصل فيهم مفهوم تاني بقى روحي تاني غير الموضوع المناقشة دي هو كان بيأنب الأبهات والأمهات اللي هما بيصلوش لولادهم عايز يقول يا جماعة البنت دي عليها روح ناجس يعني عائزة الخطيئة فهتخف مش بأن البنت حتى صلت لا إن في حد تاني صلت لها أمها صلت لها فالبنت وقزت ها يا أبهات يا أمهات بتصلوا لعيالكو ولا لأ فدي طبعا كانت درسين في منتهى الجمال شكرا شكرا لك شكرا لك شكرا لك بكل تأكيد ويشرفنا دايما مداخلة حضرتك معنا طيب نص آخر بقى دكتور منقز أبدع فيه بجد يعني أبدع فيه وأبدع في إظهار كيف أن المسيح يحث على البغضة ويحث أتباعه على أنه حتى يبغدوا والديهم فنشوف الفيديو تاعد دكتور منقز ونرجع نعلى خليه نقرأ هذا النص أيضا سويا جناب القس ماشي نقرأه مع بعض هل هو تعبير عن الحب الإلهي كان جموع كثيرة سائرين معه فالتفت وقال لهم إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض آباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا لازم يكره يبغض لاحظ مش قال لا يحب مش قال لا يحب ممكن الإنسان لا يحب لكنه لا يبغض النص يقول يبغض لازم يبغض أبوه يبغض أمه يبغض امرأته أولاده إخوانه وأخواته لازم يبغض نفسه أيضا إذا ما فعل هذا فلا يقدر أن يكون ليه تلميذا فلا يقدر أن يكون ليه تلميذا أرني بهلاء نياتك في تأويل هذا النص وقد اطلعته عليها وأعرفها سلسة أرينا إياها دع المشاهدين يسمعونها من فمك الدكتور منكس هنا بدأ يفقد أعصابه زي ما قلت لحضراتكم وهو في الفيديو يبدأ شوية شوية يفقد أعصابه وتخرج منه كلمات يعني وكأنه التفاسير اللي احنا بنقدمها ما هي إلا محاولات للتسلية بتاعته بهلوانيات احنا ما عندناش بهلوانيات يا دكتور منكس اللي انت بتعمله ده في حد ذاته هو نفسه اللي انت بتقوله كويس لأنك حتى يا دكتور منكس ما رجعتش لأي تفسير ما جبتلناش تفسير المسيحية بتقوليه ما درستش يعني إيه كلام المسيح إن كان أحد يأتي إليه ولا يبغد أباه وأمه ما عملتش كده انت حضرتك زي ما قلت قاعد على المصطبة وقدامك اللي بيتبعوك واللي بيجي على دماغك بتقوله طيب وقال لهم إن كان أحد يأتي إليه ولا يبغد أباه وأمه وامرأته وأولاده وأخواته وأخواته حتى نفسه فلا يقدر أن يكون ليه تلميزة شوف الجزء ده الجزء ده موجود في لوقة لوقة أصحاح 14 وعدد ستة وشيء وأنحطه مع الجزء اللي موجود في متة متة عشرة وعدد سبعة وثلاثين من أحب أباً أو أمّاً أكثر مني يبقى هنا البغضة كويس خلينا نغير لون الألم هنا البغضة تعرفها بحسب متة وحسب كلام المسيح نفسه من أحب أباً وأمّاً أكثر مني يبقى هنا البغضة أنك تحب شيء أكثر من المسيح وتحب المسيح أقل من الآخرين من أحب أباً أو أمّاً أكثر مني فلا يستحقني ومن أحب ابناً أو ابن أكثر مني فلا يستحقني يا دكتور مركز لو درست في العهد الجديد والعهد الأديم أتعرف أنه حتى الكتاب بيكلمني عن أنه زي يعقوب أحب رحيل وأبغد ليأة كانت مبغوضة لكنه من ليأة هو أحب ليأة وأخرى خرج منها أولاد لكنه كان محبته لرحيل فمعنى البغضة أنه محبته الرحيل كانت أكبر من محبته الليأة حتى لما يقول الرب عن يعقوب وعن عيسو أنه أحببت يعقوب وأبغدت عيسو ليس معناها أنه الرب بيبغد مشاعر البغضة لأنه بارك عيسو وجعل عيسو أمة عظيمة جداً لكن المحبة هنا والبغضة هنا ليست معناها مشاعر سلبية أو مشاعر إيجابية المحبة والبغضة معناها يا دكتور منقذ الأولوية فمن يبغد أباه وأمه يعني أنه لا يضع أباه وأمه أولوية أمام استجابته لدعوة المسيح وتبعيته المسيح بل يجعل محبة المسيح هي الأولوية لما نجي يا دكتور منقذ أيضاً لحياة المسيح نعلم جيداً أن المسيح كان ومعلماً صالحاً يحث الآخرين على اتباع أهم وحدة من الوصايا في العهد الأديم وهي اكرم أباك وأمك ووبخ اليهود الذين بدل ما يقدموا عطايا لولديهم ويعينوا والديهم كانوا بيقبل الفلوس اللي أدموها الولديهم ويقدموها كأنها عشور للرب وانتهرهم وبخهم البغضة عمر المسيح معلم عن البغضة كيف لمن علم أن تحب أعداءك وتبارك لعنيك أن ينادي ويقول أن تبغد أباك وأمك ديك ازاي دي يا دكتور منقذ يا دكتور منقذ رحمنا حضرتك أكبر من كده ودارس للمقارنة مقارنة الأديان اتعب يا دكتور منقذ شوية ما ما ينفعش كلام ده أي شخص لو سمعه منك عن رب يسوع مش هيصدقه حتى الغير المسيح مش هيصدقه هيقولك لا أكيد ده بيعني حاجة مختلفة عن كده لأنه المسيح كان بيعلم عن المحبة بل وعاش المحبة وقدم نفسه أيضا إعلان للمحبة فالبغضة هنا لا تعني يا دكتور منقذ الكراهية والرف الشديد لشيء وكره لكن تعني الأولوية إن كان أحد يأتي إلي يبد أن الذي يأتي إلي يضع الأولوية ليس أباه ولا أمه ولا امرأته ولا إخوته ولا أخواته ولا حتى نفسه كلم عنها أيضا إنه يحمل صليبه ويتبعني كل يوم ينكر نفسه فلا يقدر أن يكون ليه تلميذ مش ممكن هنصير تلميذ للمسيح لو حطينا حد مكان المسيح ولو حبينا أنفسنا أعظم من المسيح ولو حبينا الروابط العائلية الجسدية أعظم من المسيح ينبغي أن تحب الرب إلهك أولا من كل قلبك من كل فكرك ومن كل قدرتك وبعدين تأتي تحب قريبك أباك وأمك وإخواتك وكل اللي حواليك ده التفسير بتاع دكتور منقز أنا عندي لسه نصوص كتيرة بس هكملها الأسبوع الجاي بإذن الرب فإلى أن نلتقي سلام المسيح يكون معكم ترجمة نانسي قنقر